قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافت مدريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات الأمنية بالتنصيق مع قطاع الأمن المركزي لاستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتين السحر والجمال اسبوع من الجهود الأمنية المتواصلة للتصادر كافة أشكال الخروج على القانون نتائجه كثيرة ومتنوعة فقد استهدفت الأجهزة الأمنية خلاله عددا من البؤر الإجرامية ألقت القبض فيها على 669 متهما تأويهم هذه البؤر وبحاوزته بـ 12 قطعة سلاح نارية بينما وعلى مستوى الجمهورية وفي إطار استهداف حائزي وتجار الأسلحة النارية غير مرخصة أصفرت الجهود عن ضبط 680 قطعة سلاح نارية منها 66 بندقية آلية و441 فرد محلي إضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ونفذت الأجهزة الأمنية أكثر من 400 ألف حكم قضائي منها أكثر من 200 ألف حكم غرامة ونحو 150 ألف حكم حبس ونحو 54 ألف حكم مخالفة واستطاعت الأجهزة الأمنية ضبط 16 تشكيلا عصابيا اعترفوا بارتكاب 59 حادث سرقات بالإقراه ومساكن ومتاجر وسيارات ونشل وماشية وأعيدت 34 سيارة مبلغ بسرقتها وكشف غمود 48 حادث متنوع مع ضبط مرتكبيها ومع ما تبزله وزالة الداخلية من جهود لضبط المواد المخادرة والقائمين على عمليات جلبها وتهريبها والاتجار فيها لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان تم ضبط 946 قاضية اتجار في المواد المخادرة بـ 1013 متهما بحوزة مخادرات متنوعة ومتباينة الكمية منها أكثر من طنين من مخادر الهيروين وأكثر من 600 كيلو جرام من مخادر البانجو وأكثر من 100 كيلو جرام من مخادر الحشيش وأكثر من 36 ألف قرص مخادر ويأتي الحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقه في مقدمة أولويات وزالة الداخلية لذلك تتواصل الحملات الأمنية لضبط سلع الفاسدة والمتلعبين بالدعم ونجحت خلال أسبوع في ضبط 120 قاضية تلاعب بدعم المواد البترولية بإجمال 1184 سطوانة بوتجاز وأكثر من 1.600.000 لتر مواد بترولية كما أصفرت عن ضبط 6596 قاضية بيع سلعة مونية مدعمة بالسوق السوداء وأخرى منتهية الصلاحية بمضبوطات نحو 520 طن منها أكثر من 220 طن سلعة غذائية منتهية الصلاحية وأكثر من 74 طن سلعة مدعمة بالسوق السوداء وحول الجهود المبذولة للتصدي لصرقات الطيار الكهربية نجحت الأجهزة الأمنية خلال أسبوع متواصل من الحملات الأمنية في هذا الإطار في ضبط 68763 قاضية سلعة طيار الكهربية ومخالفة لشروط التعاقد إجمال المبالغ المحصلة من هذه القضايا لصالح خزانة الدولة اقتربت من 48 مليون جنيه وانطلاقا من حرص الدولة على مكافحة الجرائم الاقتصادية كالتهرب الضربي والجمركي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1291 قاضية تهرب من ضرائب ورسوم جمركية بلغ حجم التعاملات المالية فيها ما يتجاوز الملياري جنيه وأخترت مصلحة الضرائب لفحصها بينما وصل إجمال المبالغ المحصلة من التصالح في عدد منها إلى نحو مليوني جنيه لصالح خزانة الدولة وفي مجال مكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط 18 قاضية تحويل أموال وقضايا سوق مال واختلاس مال عام وتربح واحتيال مصرفي وغسل أموال وكسب غير مشروع واستغلال نفوز مزعومة بقيمة بلغت أكثر من 68 مليون ونصف المليون جنيه وما يتعدى المليوني عملات أجنبية متنوعة